في احدى الغابات اعلن عن وجود وظيفة شاغرة بعنوان ارنب لم يتقدم لها احد غير دب عاطل عن العمل وتم قبوله وصدر له امر رئاسي بالتعيين وبعد مدة لاحظ الدب ان في الغابة ارنب معين بدرجة وظيفية هي دب ويحصل على راتب ومخصصات وعلاوات دب اما هو اي الدب فكل ما يحصل عليه هي مخصصات ارنب فقط تقدم الدب بشكوى الى مدير الادارة وحول الشكوى الى الادارة العامة لشؤون الحيوانات للنظر بهذا الموضوع والتي بدورها شكلت لجنة من الحمير هذه اللجنة استدعت الاطراف المتنازعة وهي الدب والارنب للنظر بهذه القضية طلبت اللجنة من الارنب ان يقدم اوراقه ووثائقه الثبوتية فكانت كل الوثائق تؤكد ان الارنب دب ثم طلبت اللجنة من الدب ان يقدم اوراقه ووثائقه الثبوتية ايضا فكانت كل الوثائق تؤكد ان الدب ارنب فجاء قرار اللجنة بعدم احداث اي تغيير لان الارنب دب والدب ارنب بكل المقاييس والدلال والاوراق لم يستأنف الدب قرار اللجنة ولم يعترض عليه ابدا وعندما سألوه عن سبب موافقته على القرار اجاب كيف اعترض على قرار لجنة النمور التي تشكلت من مجموعة من الحمير وكل اوراقهم تقول انهم نمور يا لجنة رواتب الرياضيين الرواد اش قد عدكم في ايران ياخذوا الرواتب اسود واش كم اسد عايش بقلوبنا وبجدادنا بس هو يتوسد الرصيف الى الاخر